السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم لا حياء في تعلم الدين في قصة غريبة جدا رجل يرفع دعوة على زميله في العمل ويطالب بتعويض لأنه كان يطلق الذراطة في وجهه ثم يجري هاربا نعلم جميع أن إطلاق الريح هو أمر طبيعي يحدث للجميع دون استثناء ونعلم أيضا أنه عادة مكروهة من قبل الجميع نظرا للرائحة الكريهة التي اترافقوا معه غالبا والتي تجعلنا غير مرتاحين وخاصة عندما يحدث الأمر في مكان مغلق عادة ما يتسبب أمر كهذا بحدوث مشادات كلامية كحد أقصى ولكن يبدو أن الأمور يمكن أن تتطور إلى أكثر من ذلك في بعض الأحيان فمنذ عدة أيام في شهر مارس الجاري وصلت قضية غريبة إلى محكمة الاستئناف في أستراليا قضية تبدو للوهلة الأولى كالشجارات التي تحصل بين الأطفال إذ يتوجب على المحكمة حاليا أن تقرر إن كان إطلاق الريح سينظر إليه كشكل من أشكال الإساءة أو التنمر وذلك بعد أن قام ديفيد هينغست ذو ال56 عاما وهو موظف سابق في شركة إنشاءات هندسية برفع قضية تدعي ذلك بدأت القضية في سنة 2017 حين قام هينغست بمقاضة الشركة بتهمة التنمر واتهم غريغ شورت وهو الشخص الذي كان مشرفا عليه والذي أشار إليه هينغست بالسيد المقرف بكونه مطلق ريح متسلسل يقوم بتوجيه مؤخرته باتجاهه عندما يقوم بإطلاق الريح ونتيجة لذلك طالب بالحصول على تعويض مالي بقيمة 1.8 مليون دولار أي ما يعادل 1.20 مليون يورو تحدث هينغست عن ذلك إلى وكالة Associated Press في أستراليا قائلا عندما كنت أجلس في الغرفة والتي كانت صغيرة من دون أي نوافذ كان المشرف يأتي ويطلق الريح خلفي ويذهب بعيدا كان يقوم بهذا الأمر بمعدل خمسة أو ستة مرات يوميا وهو ما جعله يقوم برش معطرات الجو عليه عملية إطلاق الريح المتكررة هذه وفقا لما أدعاه هينغست هي جزء من مؤامرة تهدف إلى دفعه لترك الوظيفة وقد سبب له هذا الأمر حالة من توطر الشديد كما ادعى أيضا أنه كان مهمشا من بقية الموظفين وأنه كان يتلقى مكالمات مزعجة تسيو إليه خلال المحاكمة التي استمرت لمدة 18 يوما قال شورت أنه ربما قد قام بفعل إطلاق الريح قرب هينغست مرة أو اثنتين ولكن ذلك لم يحصل بنية الإزعاج أو المضايقة وفي نهاية الأمر حكمة القاضية ريت تزيمت بإسقاط القضية في أبريل من العام الماضي حيث رأت أن إطلاق الريح رغم أنه حصل في غرفة مغلقة ليس فيها نوافذ لا يعتبر نوع من إساء أو التنمر فهو رغم أنه سلوك غير لائق مجرد مزاح أو عبث حكمت القاضية بإسقاط القضية لم يتأثر بإدعائه بالطرد التعسف دون سبب وقررت أن طرده كان مستحقا وجاء نتيجة أفعال قام بها فقام هينغست بالاستئناف لتصل قضيته إلى محكمة الاستئناف يوم الاثنين حيث عرضت على مجموعة من القضاة حاليا لا نعرف ماذا يمكن أن يحصل حيث يتوقع أن يصدر الحكم في الأيام المقبلة وحتى ذلك الحين فنحن لا نعرف إن كان إطلاق الريح سيعتبر إساءة أم لا